تعالى اقول لك الجوائز النهاردة كانت يلا بينا النهاردة طبعا اول جايزة كانت جايزة الكوبا افضل لعب شاب خدها مين يا شباب خدها مين طبيعي يعني جوت بيرنج هام في عمره 20 عام لعب ريال مديل اسباني خدها طبعا على المستوى اللي قدامه مع بروسيا دورتموند الموسم الماضي عمل اداء رائع جدا افضل لعب شاب وقالبا هيبقى افضل لعب في الكوبار في الموسم اللي جاية في المنافسة طبعا مع ماب بيو وفنيسيوس وهلند جايزة سكرات توق بيها النجم البرازيلي فنيسيوس جونيور لعب ريال مدريد جايزة سكرات دي بتبقى للاعمال خيرية لعام 2023 كراموا الراجل يعني عشان برضو عمل اداء رائع جدا جايزة ياشين توق بيها النجم الارجنطيني امليانو ومارتينيز حارس مارما أستون فيلا والمنتخب الارجنطيني كافضل حارس في العالم 2023 ده طبعا بعد كاتل الارجنطين للفوز بكاس العالم طبعا فجهة التصدي التاريخي قدام كلهم وانيه في فاينال كاس العالم قدام المنتخب الفرنسي جائزة جيرد مولر جيرد مولر ده واحد من اهم اللاعبين لجنب في التاريخ طبعا هدف المنتخب الالماني الشهير يعني توقج النجم النيرويجي ايرلينج هالند مهاجي ماتشستر سيتي جائزة جيرد مولر كافضل هدف لعام 2023 جاء لينكر النهاردة وبيطلع الزرف عشان يشوف يقول الاسم يعني قالك جاء لينكر طبعا واحد من اعظم نائب انجلترا واشهر اعلام رياضي في العالم بيقول طبعا مش محتاجة افتح الزرف عشان تعرفوا مين افضل هدف لعام 2023 جائزة افضل نادي للسيدات والرجال توقج نادي برشنال الاسباني بجائزة افضل نادي كرة قدم في العالم للسيدات عن عام 2023 وتوقج نادي منشستر سيتي الانجليزي بجائزة افضل نادي كرة قدم في العالم للرجال منطق جائزة افضل لعيبة توقج بها ايتانيا بوناماتي لعيبة نادي برشنال للسيدات بجائزة الكرة الزهبية الافضل لعيبة في العالم عن عام 2023 جائزة افضل لعب توقج بها النجم الارجنتيني الاسطورة ليونيل ميسي لعب انتر ميامي الامريكي افضل لاعب في العالم عن عام 2023 دي اخر حاجة طيب